خليني بس اتكلم على الادارة لانه موضوع الادارة ده موضوع في غاية الاهمية مفيش حاجة اسمها ادارة شخص اسمع كلامي حضرتك بس لانه كلام اللي انا بقوله لك وبقوله لك من كام سنة وساعات كان بيعجبك وساعات ما كانش بيعجبك لكن هو ده الصح انت عندك كرة سلة وعندك كرة يد وعندك كرة طايرة وعندك اجبال وعندك لعبات فردية وعندك لعبات جمعية وعندك سباحة وعندك العب قوة وعندك تنس طولة وعندك 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 في كل الاندية التي تنافس على البطولات بتعمل ايه حضرتك فيه مدير نشاط رياضي وفيه مدير للعبة وكل واحد له صلاحياته الكاملة عشان يشتغل عشان يعرف ينجح لكن طول ما انت حضرتك تقول له عين ده وشيل ده ولعب ده وما تلعبش ده على فكرة كان بيحسن واصل ده والده عدو ده والدته مؤثرة وده ده مالوش علاقة ده مالوش علاقة احنا في النهاية يظل النادي الاهلي ونادي الزمالك هي اندية جماهيرية اندية تعتمد على البطولات وانشئ الاهلي وانشئ الزمالك تأسيسا على فرق كرة القدم والفرق الرياضي فتتعرف على الاهلي زمان بالناس الكبار اللي انشئوه او الزمالك بالناس الكبار اللي انشئوه بفرق كرة قدم كان نجمه كذا بفرق كرة قدم كان نجمه كذا ما كانش لسه لا فيه سلة ولا كان فيه فولي ولا كان فيه بهندبول ولا كاراتيه ولا حاجة من دي خالص يعني فالاساس كان نجوم كرة القدم في هذه الاندية انا دي صغير اجتماعي كده وفيه فرقة كرة قدم ثم بدأت فرق النشئين وكان زمان يقولك الاحمر والابيض الابيض والاخضر وهكذا فجأة كده من كم سنة بدأت قصة ادارة الفرد الاوحد وده ما ينفعش انا حتى ضربت مثال بالدول الدولة بيبقى فيه رئيس جمهورية بيبقى فيه رئيس مجلس وزراء بيبقى فيه وزراء بيبقى فيه مسئولين بيبقى فيه تدرج موجود عشان الدنيا تمشي ما ينفعش فبالك لما بتكون في نادي عنده كل هذه اللعبات وقلت يا جماعة الزمالك لا يمكن باي حال من الاحوال انه يبقى ملك الفرد الزمالك ملك الجمهوره ملك الاعضاءه ملك المحبيه ملك اللاعبيه ويديره مجلس ادارة ويديره مجلس ادارة وحصلت بقى يعني هجمات عنيفة جدا وتطاول وسباب وشتائم ولجان وانا على موقفي اللي من فترة واللي النهاردة واللي ان شاء الله ربنا ادنا العمر بكرة وبعده وبعد سنوات كمان لن يتغير اي نادي او اي مؤسسة محترمة اذا اديرت بشكل مؤسسي تأكد من النجاح اذا اديرت انا اللي بجيب لك الدوري وانا اللي بجيب لك الكاس وانا اللي بجيب لك اللي مش عارف ايه وانا من غيري النادي ينهار وانا مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده هو النادي الاهلي البطولات اللي حققها دي كان الكابتن صالح سليم عليها رحمة الله لا كان دايما يقول لك انا فرض في المنظومة او الكابتن حسن حمدي او كابتن او المهندس محمود طاير او سيادة الفريق او المرتاجي او الكابتن عبد صالح الوحش او الكابتن محمود الخطيب لا بس يؤدي دوره على اكمل وجه يضع نظام مفيش لعيب اجمل من الفرقة مفيش لعيب يتقال انه مخصوم له كذا وكذا وكذا يطلع للمسئول يقول له انا مش هيتخصوم له بتقول له ما تخصم لكش او لعيبي بقى بقى مصاحب المسئول او مدير الكرة او مشرف عالكرة ويبقى فيه صهرات وصحبية وفي الاخر النزام اللي في الفرقة يبوز ماينفعش ماينفعش كل ده ماينفعش ينفع نظام انت صاحبي يبقى حابب او انه مدير الكرة او مش رفع الكورة او رئيس النادي او حد يتمتع بعلاقة طيبة مع اللعبين لكن دون ان يجور على النظام والاحترام والقانون واللوايح طول منطب اتطبق الوايح في اي مكان حتى في اتحاد الكورة والمساكل اللي بتحصل عندنا في اتحاد الكورة الو سالفول يا باش مهندس مش الباش مهندس ده التاني سالفول يا فاندس ايه ولا عايزين ناجل المتش ناجل الو حبيبي يا باش مهندس ايه عايزين نرحل عينينا قالو عايزين مش عارف نعمل حاضر مفيش كده في الكورة مفيش كده في الكورة ما ينفعش كده في الكورة خالص ده ولا في اي اقدارة عشان كده انا قلتلك اسبانيا قالوا يوم خمستاشر اغسطس بداية الدورة يوم اتنين وعشرين ما ينهارت الدورة العام انا راهناك احنا بقالنا كم سنة اللي عارفين نحط بداية دورة ولا عارفين نحط ناية الدورة عام ده احنا ايه كل ما يفضى وقت احشر المتش ده حط المتش ده لعب الماتش ده فيش كده في الدنيا حط نظام اه انا معاك السنة اللي فاتت والكورونا والمشاكل ولكن ايه حلعب من غير الدولين لا حلعب بالدولين اللجنة الخماسية قالت نلعب الولمبياد وخدوا القرار لما جات اللجنة الحالية قالت لك لا وبعدين عايزة ترجع في الكلام مشكلة دخلت نفسك في دوامة النتيجة ان احنا دخلين على واحد سبعة ومش عارفين مش عارفين نكمل القالي لعب تسعتاشر مباراة يعني فاضله خمستاشر مباراة تقريبا دور كامل في الوقت اللي زمالك فاضله سبع مباريات زمالك لعب سبعة وعشرين يعني فاضله سبع ماتشات القالي فاضله خمستاشر مباراة بقى منطقي فيه بقى البعض كان منتظر ان الاهل يخرج من البطولة الافريقية انه مش هيعد ساندونز في عدة مش هيعد الترجي في عدة شو الله باذن الله بأمر الله بدون مؤطعة حنحتفل بالاهل بطر الافريقية باذن الله وانا هتكلم كتير على القالي وكاذر تشيفز وبنبه لعبت النادي الاهلي خلي بالكو مباراة صعبة مباراة رزلة اه على الورق انت شكلك افضل انت شكلك احسن لكنه في النهاية لازم تاخد بالك انه كسبان هو الوداد في الوداد كان خسران قبل كامل الوداد اربعة لازم تركز في هذه الامور ترجمة نانسي قنقر